السلام عليكم ازايكم اعملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة تقريبا ده اول فيديو اصوره السنة دي في عشرين اربعة وعشرين يارب تكون سنة سعيدة عليكم واكيد ما تنسوش دعواتكم لاخواتنا بالفرج القريب ان شاء الله احنا من كام يوم عملنا فيديو عن افضل الموبايلات اللي نزلت في عشرين تلاتة وعشرين واللي ممكن تبدأ بيها في عشرين اربعة وعشرين في كل الفئات السعرية والفيديو عجبكم وكان عليه انجيجمنت كبير ما شاء الله طيب النهاردة بقى احنا جايين نتكلم عن الموبايلات المنتظرة في عشرين اربعة وعشرين اللي هتنزل من معظم الشركات فزي ما انت متعود دلوقتي ايدك عليك الجميل ويلا بينا نبدأ فيديو اخبار جديد خلينا نبدأ مع اول شركة وهي شركة سامسونج وطبعا الموبايلات المنتظرة بشدة واللي هتنزل في اول السنة هي سلسلة الجالاكسي اس توينتي فور طبعا انا منتظر وبشكل شخصي الاس توينتي فور ألترا تحديدا لان انا موبايل الشخصي الاس توين سري ألترا فمستاني بقى اشوف التطويرات الجديدة اللي سامسونج ضافتها في الاس توينتي فور ألترا زي الفريم التايتانيوم موبايل اكيد بقى اخف الشاشة المسطحة تماما والسطوع اللي بقى اعلى الكاميرات اللي المفروض طورت شوية والمعالج الجديد السناب دراجون اي جين سري يارب بس نسخة مصر الواطن العربي تبقى لكم مش ايجزنوس والشحن اللي المفروض المرات دي بقى اسرع شوية بقى خمسة ستين واطن وفيه صورة كده هسيبها لكم دلوقتي فيها تجميعة الاس بيكس لسلسلة الاس توينتي فور طبعا مش كل الناس بتقدر تشتري فلاكشيب فخلينا بقى نتكلم عن سلسلة الجالاكسي اي الجديدة اللي هتنزل في عشرين اربعة وعشرين اللي بتبدأ من اول الفئة الاقتصادية لحد الفئة المتوسطة والفئة المتوسطة العليا وانا اعاو crushed a world انا اعاوز اقولك ان السنة دي سامسونج هتعمل الحرقة المفضلة بتاعتها ان هي تعلي الجالاكسي E في كل فئة بمعنى ان ال اي عمر 100 جديد هياخد مكان ال اي 14 وال اي 15 الا 7 رات gig هياخد مكان ال اي 24 وال اي 25 هيبقى 5g وهياخد مكان اي 34 وهيبقى في اي 35oca و اي 55 خلينا نبدأ بال اي 0 5 اس الموبايل ده هيجي بشاشة بل اسكال عادة فول اتش دي تسعين هيرتز مع معالج المفروض ان هو سناب درجون 680 واكيد ده معالج كواس جدا على الفئة الاقتصادية وارحم اكيد من ال اكزينوس ال 850 ولكن انا مش عارف لسه الموبايل ده هيتجمع في مصر ولا لا هو اكيد هيتجمع لان سامسونج خلاص ماشية في حتة ان الموبايلات الاقتصادية والموبايلات المتوسطة بتتجمع في مصر فهل بقى لما تجمعه في مصر هتجمعه بالسناب درجون 680 ولا هتحط برضو ال اكزينوس الخنيق الشليل اللي بيخليها ده الموبايل مش افضل حاجة ده اللي هنشوفه مع كاميرا خلفية 50 ميجا بيكسل وامامية 13 ميجا بيكسل وبطارية 5000 وشحن سريع 25 واط والشحن اكيد مش جاي جوا العلبة والموبايل ده في منه نسخة 64 جيجا و 128 جيجا والنسختين مع 4 جيجا وزي ما قلتلكم الموبايل ده المفروض اللي ياخد مكان الجالاكسي A14 مش ال A04S القديم عشان ما تطلق بطش الموبايل اللي بعده هو الجالاكسي A15 ده في منه نسختين نزلوا الفور جي والفايف جي طبعا اللي هينزل مصر بشكل رسمي هو اكيد الفور جي وده جاي ببروستيسر الميديا تيك الجي 99 ده نفس المعالج اللي كان موجود في الجالاكسي A24 مع شاشة سوبر امليد هي بنوتش اكيد فول اتش دي 90 هرتز شاشة كويسة جدا اكسسر طوع المرادي 800 نتس مش 1000 نتس سامسونج عارف انت اللي هو ايه نزلت الالف لتمنمية في الموبايل ده مع كاميرا خلفية 50 ميجا بيكسل ولكن بدون مسبت بصري كاميرا امامية 13 ميجا بيكسل بطارية 5000 شاحنة 25 واض واكيد برضو الشاحن مش جاي جوا العلب والموبايل ده المفروض ياخد مكان الجالاكسي A24 ولكن على الورق وناحية المواصفات احنا لسه ما جربناش الموبايلات الجديدة هتلاقي ان الجالاكسي A15 الجديد ما فرقش كتير عن الA24 بل الA24 احسن منه في نقطة ولا نقطتين فخلينا نشوف التجربة الفعالية هالموبايل ده هيفرق ولا لا لان اكيد زي ما قلت لكم الA15 الفورجي هينزل مكان الجالاكسي A24 في التسعير واتمنى انه هو ينزل الارخص لانه هو لو نزل الارخص اكيد هيكون منافس قوي وهيدخل الشاشات الامريك في فئة سعرية اقل شوية زي ما الA24 عمل طيب اعلى موبايل في السلسلة نزل بشكل رسمي لحد دلوقتي هو الجالاكسي A25 5G وده موبايل واخد مكان اليه 34 لانه هو جاي بقى ببروستيسور 5G ولكن بروستيسور انتو مش بتحبوه قوي هو الأكزينوس الـ 1280 بقى نفس البروستيسور اللي كان موجود في الـ M34 اخر موبايل راجعناه من فترة قريبة المعالج ده اداء كواس جدا في التصوير بيساعد الموبايل على انه هو يطلع صورة حلوة ولكن اداءه في الالعاب مش اقوى حاجة مع شاشة هنا سوبر اموليد 120 هيرتز بنوتش برضه ولكن السطوع بتاعها 1000 نيتس مع كاميرا خلفية 50 ميجا بيجسل بمسابط بصري وكاميرا امامية 13 ميجا بيجسل وهيبقى صوته استيريو وده كده اول موبايل في السلسلة الجديدة يكون صوت استيريو ولكن مفيش شهادة مقاومة مية معتمدة زي الجالكس اي 34 والبطارية يكون 5000 والشحنة برضه 25 موضوع بصوا هو الجالكس اي 25 5 جي مقدرش يقول انه ياخد مكان اي 34 لان انا قلتها في فيديو اي 34 الموبايل ده هيكون فالتة مش هيتعوض من سامسونج لان سامسونج وكل فين وفين لما بتحط معالج قوي مش اكزينوس في موبايل جديد في الفئة المتوسطة او تحت المتوسطة فللأسف اي 25 ممكن يجي ياخد مكان الجالكس اي 34 ويبقى بمعالج اكزينوس فكده خسرنا الميزة الجامدة اللي كانت في اي 34 مباقى واتلاتين لية المعالج قوي وكمان في ميزة تخرج من نها تانية وهي قوة مياه الميزة ويمكن نشوف الجالكس اي 35 بمعالج ميديا تيل كوي ممكن لان لسه تج quality لان لسه ما فيش اعلان رسمي عن المواصفات بتاعته وبرضه ال جالكس اي 55 لسه ما فيش اعلان رسمي عن المواصفات بتاعته ولكن هو بيقال انه هيجي بالايكزينوس الSI 1480 triple الجيل الجديد من 1380 خلاص سامسونج واخدة الاعلى موبايل من فئة جالكس اي practiced bygソ المتوسط الجديد بتاعها. الموبايلات دي هتنزل انت? لا لسه شوية على ما تنزل مصر. انا عاوز اقول لك ان ازيلو 5 اس والاي 15 والاي 25 نزلوا في سعودية والامارات. ولكن في مصر هتأخروا شوية لان هما بيدخلوا خط انتاج محلي. فده بيتسبب في انه ممكن بعض المواصفات الموبايل تتغيرت ولكن بيكون له ميزة انه يوفر شوية من سعر الموبايل علشان الموبايل ما ينزلش غالي قوي او على الاقل ما ينزلش اغلى من الاجيال القديمة. نشوف الشركة اللي بعدها شركة ريلمي. واللي عندها موبايل هينزل قريب جدا في مصر وهو ريلمي سي سبعة وستين فور جي. وده موبايل اقتصادي في فئة السي. جاي يكمل النجاح ورا السي واحد وخمسين والسي تلاتة وخمسين والسي خمسة وخمسين. تلك موبايلات دول يا جماعة نكحوا جدا وده مش كلامي. الموبايلات دي فضل ترند على جوجل مصر لفترة وفي ناس كتير اقيد ودورت عليهم وفي ناس كتير اشتروهم. فالسي سبعة وستين فور جي جاي يكمل وراه. الموبايل هيجي بتصميم مختلف المرة دي مش هياخد بقى ترند الايفون وانا عارف ان ده ممكن يتسبب اصلا في عدم نجاح الموبايل لان كان السبب الرئيسي ورا نجاح فاقة ريلمي سي هو شكل الايفون. وما بقى اش شكل الايفون. فهنشوف بقى الموبايل ده هينجح ولا لا. ولكن هو بشاشة اي بي اس فول اتش دي 90 هرتز. السطوع بتاعها عالي على ان هو اي بي اس. مفروض انه مكتوب بيوصل لحده 200 نتس و 950 نتس وارقام ما بتوصلهاش الا الشاشات الامري. فخلينا شوف هل هيوصل للسطوع ده ولا لا. مع بروسسور سناب درجون 685 بروسسور متوسط اداء كويس في الاداء اليومي وفي التصوير ولكن في الالعاب مش اقوى حاجة. الميديا تيك جي تمانية وتمانين او جي تسعة وتسعين هيدو لك اداء افضل شوية في الالعاب هيدو لك فريمات اعلى في بوب جي. وعشان الاهتمام بالتصوير فالكاميرا خلفية هنا مية وتمانية ميجا بيكسل مع البروسسور الكوالكم فاعتقد هناخد احسن اداء تصوير من فئة ريلمي سي مع كاميرا امامية متواضعة شوية تمانية ميجا بيكسل الصوت هنا هيكون استيريو والبطارية خمس تلاف وشحن سريع تلاتة وتلاتين واط كعادة فئة ريلمي سي بتيجيب شحن سريع تلاتة وتلاتين واط وبيبقى في شحن وجناب جوه العلم طبعا احنا عندنا الجي تي فايف رو ده احنا رجعنا خلاص عملنا اللي علينا فيه بقى الريلمي تويلف برو بلس اقوى موبايل من ريلمي في الفئة المتوسطة او الفئة المتوسطة العليا طبعا ده ما نزلش عنه كلام ولكن التسريبات بتقول ان هي هتغير العدسة الرئيسية من ميتين ميجا بيكسل لخمسين ميجا بيكسل ولكن بسنسور اكبر فبعيدا عن رقم الميجا بيكسل هتاخد اداء تصوير احسن وبيقال ان هيبقى في اضافة قوية في الموبايل ده وهي عدسة بريسكوب 64 ميجا بيكسل عشان تقدر تصور بورتري وكمان تصور زوم بعيد فهنشوف بقى الموبايل ده لما ينزل كده بس هو لسه شوية عليه كده عشان ما تستنهوش من دلوقتي الموبايل ده احتمال ينزل رسمي في شهر اربعة وعلى ما يوصل لنا مصر ممكن تتكلم بقى في شهر ستة سبعة بص انا مش عارك انت مش بتعمل لايك للفيديو ليه انا بس تغرب بلاقي فيوز كتير ونسبة الناس اللي بتعمل لايك بتقل عمش عارف اللايك بيخسارك ايه ولكن انت لما بتيجي تعمل لايك هيظهر لك فيديوهات بالموضوع اللي انت مهتم بيه عندنا او عند ناس تانية حتى في الطايل ماين بتاعك فالموضوع ده هيفرق معاك فان انت توصل اسرع للحاجة اللي انت مهتم بيها فبعد اذنك اعمل لايك الجميل وكمل الفيديو بالنسبة لشركة اوبو فكان فيه هيصة كده عن سلسلة رينو 11 اللي نزلت في الصين وفيه هيصة برضو تانية كده حصلت على اوبو ايجيبت ان هم حطوا بوستر كده نجم من ظهره بيقولوا ان هو ده هيبقى سفير السلسلة الجديدة ايه الكلام ده بص عسيني رينو 11 اللي نزل في الصين ده نساء لان الموبايل هينزل بمواصفات مختلفة كالعادة في مصر والوطن العربي او النسخة الجلوبال عشان ما تطلق بطش وانا عشان كده مش بحب اجيب الموبايلات الجديدة من الصين بسرعة ورجعها لان مش ده اللي هينزل مصر وانت مش هتستفاد اي حاجة من ان انت هتشتري موبايل صيني او موبايل مش بضمان او مش هيكون الموبايل الاقصر انتشارا لما الموبايل الجلوبال يطلع لازم تبقى فاهم الموضوع ده المهم ان رينو 11 هيتعلن عنه بشكل رسمي خلال ايام من تاريخ تصوير الفيديو ده النسخة الجلوبال برا ومن تالي ممكن نستنى شهر او شهرين او ثلاثة بحد اقصى ونشوفه في مصر المواصفات بتاعت النسخة الجلوبال السفير بتاع المواجده هيكون عمري دياب وده هيبقى نقلة كبيرة اكيد لتسويق الرينو في مصر طيب نروح نشوف شركة شاومي واللي اكيد عندها موبايلات كتير هتنزل في سنة 2024 وهي بالفعل عندها موبايلات متأخرة من سلسلة الريدمي نوت 13 هتقول لي طب انت ليه احمد ما راجعتش الريدمي نوت 13 العادي والبرو والبرو بلس ما هم موجودين عنده التجار والكلام ده كله اقول لك لا انا مش هرجعهم لان انا عارف ان النسخ اللي بتطلع جلوبال النسخ اللي بتوصل لنا مصر بتبقى مختلفة ولو مش مصدقني شوف الريدمي نوت 12 القديم كان نزل منه نسخة 5G وناس كتير عملت لها مراجعات وفي الاخر نزل لنا هنا نسخة 4G مختلفة كذلك الحل الريدمي نوت 12 البرو الفور جي وريدمي نوت 12 اس الموبايلات دي نزلت مصر كده بمواصفات مختلفة وما لقيناش غير لما نزلت مصر فانا مش عاوز اراجعلك موبايل تلاقيه في الاخر المختلف عن اللي هيبقى موجود في مصر فانا انتظر كده يا جماعة اتوقع ان هم في شهر رمضان ان شاء الله هتلاقي الاعلان عن سلسلة الريدمي نوت 13 الجديدة واتوقع ان هيجينا الريدمي نوت 13 الفور جي وريدمي نوت 13 برو الفور جي وممكن شاومي تضحي وتجيب الريدمي نوت 13 برو بلس الفايف جي النسخة الجلوبال هنشوف بقى الكلام ده يحصل ولا لأ ولكن مش عاوزك تبقى محبط ان الريدمي نوت 13 الفور جي ده مش جايب اي اختلافات جزرية عن الريدمي نوت 12 غير بس في كاميرا خلفية مية وتمانية مية ويكسل وشكل مختلف لسه برضو متحطش صوت الستيريو ولسه نفس الشاشة الاملت كل حاجة هو موبايل مش وحش ولكن كنت منتظر اكتر من كده ولكن خلينا نشوف لما ينزل رسمي في مصر ايه المواصفات والاسعار اما الستيرتين برو بلس فاو احسنهم موبايل كويس جدا بيجي مقاوم للماية اي بي 68 شاشة اوليد 120 هيرتز باكسس طوعة 1800 نتس معالج قوم الميديا تيك دايمنسي 7200 ألترا 4 نانو معالج محترم جدا على الفئة المتوسطة مع كاميرا خلفية رئيسية 2 ميجا بيجسل بمثبت بصري والسوت استيريو وبطارية 5000 وشحن 120 واط وتصميمه لطيف جدا فانعارف ان الموبايل ده عجبكم ولكن زي ما قلت لكم انا هنتظر لحد لما السلسلة الرسمية تنزل مصر وبعد كده هتلاقي المراجعات بتاعتها ان شاء الله فمش عاوزك ايه تستعجلي في موبايل تاني اقتصادي اسمه شاومي ريدمي 13 سي او 13 سي وده اتوقع ان هو ينزل مصر قريب لانه هو اصلا دلوقتي موجود عند بعض التجار ضمان دولي الموبايل ده بيجيب كومبو اقتصادي يعني ما تتوقعش مواصفات عالية شاشة اي بي اس اتش دي 90 هيرتز بشكل النوتش حتى مش بسجب مش افضل حاجة بروسسور ميديا تيك جي 85 12 نانو او بروسسور قديم طبعا ولكن اقدرش اقول ان هو اداء وحش على الفئة الاقتصادية بدون شوت استيريو الكاميرا بتاعته 50 ميجا بيكسل مطارية 5000 شحن 18 وقت موبايل ده للاسف بيتباع دولي في مصر ب 6000 جنيه لنسخة 128 و 4 و 6700 جنيه تقريبا ال 128 و 6 و حوالي 7900 جنيه لنسخة ال 256 و 8 طبعا احنا ببقى ناش عارفين نحكم كويس على اسعار الموبايلات لان الموبايل الجديد بينزل بسعر الدولار العجيب اللي موجود في السوق السودة على حسب مزاج التجار وبالتالي بينزل غالي وبالتالي لما تجد كارن الموبايل الجديد اللي لسه نازل مقارنة مع موبايلات بالفعل موجودة في السوق قديمة شوية يا عم سنة فاتت ولا 8 شهور فاتت تلاقي الموبايل القديمة احسن مقابل تسعيره عشان كان نازل منه مثلا كميات دخلة بسعر قديم فما غير ييتش قوي فانا مش عاوز ادخلك في دوامة السيرتين سي ما تشتريهوش تماما ب8 تلاف جنيه الموبايل ده تمامه 6 تلاف وشوية ده رأيي اكتر من كده يبقى حرامي عند الشاشة اتشي دي ومعالج قديم وهتاخد اداء كاميرات مش افضل حاجة لانه هو حتى يعني في التجربة الفعالية ما فرقش قوي عن التول في سي اللي انا اصلا مكنتش برشحه الا في فئة الخمس تلاف جنيه فبس انا بقولك الكلام ده عشان تبقى فاهم فيه طبعا موبايلات اللي انا برضو ما راجعتهاش اللي هو الكي سيفنتي والكي سيفنتي اي الموبايلات دي هتنزل جلوبال ممكن تنزل بمسميات البوكو اف سيكس او البوكو اكس سيكس سواء العادي او البرو كلام ده كله هنشوفه قريب ولكن عشان برضو تبقى عارف فاقة البوكو اف و اكس خلاص ما بقيناش نشوفها رسمي في مصر ولو مش مصدقني فالبوكو اف فايف القديم انا راجعته وموبايل بالفعل موجود في السوق وقوي جدا ولكن لحد دلوقتي ثمان دولة وشاومي في مصر خلاص مش هتجيبه بسبب الازمة الحالية فهي يا دوبك بتجيب كم موبايل كده هتعلن عنهم وخلاص وتقريبا ايه ركنت كده البوكو على جنب ما باقتش تهتم بها زي الاول عشان طبعا قزمة دخول الموبايلات بشكل رسمي في مصر فهل الكلام ما هيتغير في عشرين اربعة وعشرين ونشوف شاومي مصر ترجع تان بكامل قوتها وتدخل موبايلات بوكو اللي كان معروف عنها واللي مازال معروف عنها ان هي بتقدم قيمة قوية مقابل للسعر اللي تدفعه ولا هتسيب الموضوع للتجار وهم اللي يجيبوا الموبايلات الجديدة البوكو وتتباعها دمان دولي في مصر ده الكلام اللي هنشوفه نشوف شركة انفليكس اللي كان عجبني جدا اداها في عشرين وعشرين نزلت كم موبايل برا محترمين جدا سواء الزيرو سيرتي الفور جي او الفايف جي النوت سيرتي الفور جي او الفايف جي او حتى الجي تي الموبايلات دي غيرت من معالم شركة انفليكس بالنسبة للمستخدمين بتوع الفاقة المتوسطة ولكن للأسف الموبايلات دي ما نزلتش مصر بشكل رسمي وحتى التجار ما جابوهاش خافوا ويجيبوا موبايلات انفليكس غالية شوية بضمان دولي ما يعرفوش يبعوها فعشان بس تبقى فاهم السوق يتحرك ازاي انفليكس دلوقتي في مصر بيتعافر في الفاقة الاقتصادية القوي بفاقة السمارت والهوت وعشان كده السنة الجديدة عشرين 24 هينزل السمارت ايت بشكل رسمي والهوت 40 العادي او البرو او الاي لسه مش عارفين تحديدا فمصر برضو بشكل رسمي دول الموبايلين اللي هتوقع ان هما هيبقوا موجودين بشكل رسمي اما فقرة الزير والنوت ما اعتقدش ان هما يجوا مصر لحد دلوقتي من خلال انفليكس مصر بشكل رسمي يجوا بقى من خلال التجار الله اعلم ده اللي هنشوفه اللي سمارت ايت موبايل اقتصادي رطيف لانه هو تقريبا ارخص موبايل بيجي بشكل الشاشة الصج مش بنش هول وكمان 90 هيرتز بس هي طبعا HD مش Full HD المعالج الم المستخدم هنا يونيس اكتي 606 متقول ليش معالج وحش لانه هو مفيش موبايل فرنجة 4000 جنيه وشوية بمعالقهوي يعني عايزك تنسى الموضوع ده من دماغ المعالج ده انا عارف مع وجهة انفينيكس هيديلك اداء مقبول مش اصرع اداء ولكن اداء الموبايل مش هيبقى كارثة ده اللي احنا بندور عليه في الفقال الكصدية عموما ان الاداء ما يبقاش كارثة بقى كاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل واما 100 8 ميجا بيكسل وبطرية 5000 وشحن عشرات الموبايل ده جنيه والنسخة المائة 128 جيجا و4 جيجا لانب 4900 جنيه واتوكع انفينيكس في مصر هيبقى ليها رأي تاني لما الموبايل ده يتجمع في مصر وممكن يبقى ارخص موبايل عادي لتشتريه زي كده السمارت سيفن اللي نزل تقريبا ب3000 وسمائم ده اللي 64.4 وورنجة سعر دلوقتي حوالي 4000 جنيه اما الهوت فورتي فانا مش هقدر اقولك هو انهي نسخة لنزلة مصر تحديدا ولكن الهوت فورتي اخد شكل كده روش والفورتي برو راح في حتة تاني يعني نقل نفسه كده حتة اعلى من الاقتصادية بشوية فخلينا نشوف اني موبايل هينزل بشكل رسمي وانا اتمنى ان الهوت 40 برو ينزل مصر ولكني في الاخر اتوقع انه هو يبقى الهوت 40 العادي او الاي زي ما شفنا في سلسلة الهوت 30 اللي نزل مصري بشكل رسمي العادي والاي واخر شركة معانا شركة اونر ولو حد في اونر مصر بيتفرج عليها فانا عندي اعتاب عليهم يعني بتتأخروا او يا جماعة في نزول الموبايلات الجديدة وبتنزلوها وبنزلتوه بسعر فلاكشيب كيلر وهو الموبايل فقا متوسطة عليا مش فلاكشيب كده ده صوته مونو مش استيريو وكمان اونر عندهم موبايل كويس جدا الاكس ناين بي الموبايل المقام للكسر اللي بيجيبه معالج كويس وبيجيب كاميرات احسن ولكن اونر في مصر ما رفع اديها كده وما جابتهوش سيبقى له التجار بيبيعوه ب20 الف جنيه ضمان دولي الفكرة ان انت عندك بقى في سلسلة الاكس بي الجديدة عندك الاكس ناين بي والاكس ات بي والاكس سيفين بي الموبايلات دي كلها موجودة في السعادية والامراطة ومش موجودة في مصر هل بالتفكير ده الاونر ميه هينزل في مصر القرايب لا طبعا ده الاونر ميه ده نزل في الصين لسه هيتطلع aggloubal وبعد ما يطلع كليبه هتلاقيه موجود في السعادية والامراطة وبعدها فترة كبيرة بقى Honor ما تفتكر كده ممكن تنزله على النص التاني من 2024 كده لو افتكروا فانا بقول لك كده عشان مش عاوزك تستنى Honor 100 بشكل رسمي في مصر قريب لا إنما لو انت ما عندكش أزمة مع الموبايلات الضمان الدولي فأوكي بس على الأقل استنى النسخة جلوبال ما تشتريش النسخة صيني من موبايل بيطلع منه نسخة جلوبال الكلام ده في Honor 100 في Reno 11 و في Redmi Note 13 وبس كده دي كانت كل الموبايلات المنتظرة في أوائل 2024 اللي احنا عارفين عنهم بعض المواصفات تقريبا دلوقتي أحب أشكرك جدا لو انت وصلت للنقطة دي لأن احنا خلصنا الفيديو أكيد تعمل اللايك الجميل اللي عمدتش في الأول وتكتب لي كومنت وتقول لي ايه الموبايل اللي انت بستنىه في 2024 علشان تبيع موبايلك القديم وتشتريه وأكيد تتأكد ان انت عملينا سبسكرايب لو تشوفنا على اليوتيوب ومفعل زرار الجرس هشوفكم في حلقة جديدة من حلقات موازل كان معكم محمد سعيد سلام